أهلا بكم متابعين في تغطية مستمرة وحية لقمة المناخ كوب 27 وده في يومها الثالث والمستمرة حتى يوم الثامن عشر من نوفمبر الجالي وبالفعل شهدت القمة اليوم الأول توافد الرؤساء الدول المشاركة في القمة والجلسات الافتتاحية التي تمت ويعد الحدث الأبرز حتى الآن هو افتتاح الرئيس السيسي لقمة أو للقمة بشقها الرئاسي والصورة التذكارية التي جمعت الرئيس السيسي برؤساء المشاركين في القمة وبالفعل تبعتها كلمة الرئيس السيسي الذي كان لها صدى واسع جدا خاصة حديثه عن ضرورة وقف الحرب الروسية الأوكرانية سلميا واستعداد الرئيس السيسي العمل على وقف تلك الحرب بالتعاون مع باقي الدول لما تخليفه تلك الحرب من آثار سلبية على اقتصاديات العالم وبالفعل بدأت فعاليات اليوم الثالث والذي بدأ بقمة رؤساء دول الشرق الأوسط بدأت بمشاركة الرئيس السيسي ومعنا من شرم الشيخ ده منا أحمد دياب لينقل لنا أبرز ما جاء فيها أهلا بيك يا أحمد بالبداية وصف لنا أجواء انطلاق اليوم الثالث من المؤتمر والتي تجري فعالياته بالفعل بمدينة شرم الشيخ أحمد أحمد أهمي شاهدين من التأرض بالتحضل في العالم على ما يتحدث وننفل إلى فعاليات اليوم الثالث من الدورة السبعة وعشرين لمؤتمر المناحي. اسمعي يا تسليم? نعم نعم اسمعي. في الحقيقة ان منذ الساعات المبكرة تواجد الرئيس عبدالفتاح في استقبال بقية الرؤوسات لم يتحدث ووصل على عدد الرئيسات إلى مية وعشرين ومن المتوقع عن يكونوا ان ينديدوا عن اكثر من ذلك مية وعشرين رئيس. شاركين في المؤتمر مية وتسعين دولة دائما ومتلك في منهم مية وعشرين رئيس. منذ الساعات القولة مبكرا وابد انجتية ومنقشة طبعا اهم ما يشجل بالكل المتوجدين. احمد. نعم اسمعك التسليم. طيب تفضل. طيب اه في. خلينا اقولك مرة تانية يعني بتنطلط الفعاليات. طب حدثنا عن مؤتمر مناخ سبعة وعشرين. مم. زي ما قلتلك فيه طوافق كبير جدا على الرئيس عبدالفتاح السيسي. مم. اللي كان متواجد في الصباح الباكر للاستقبال كافة الرئيسات. زي ما انزخرنا عددهم هو مية وتسعة ومية وتسعين دولة مشاركة في المؤتمر. على رئيسهم طبعا مية وعشرين رئيس دولة ومسؤول حكومة. نعم. سعماء يتواجدوا في المؤتمر. باستقبال رئيس عبدالفتاح السيسي. آآ الجميع زي ما قلتلك بدأ يتفاود على جميع القاعات لمناقشة الامور. لو دخلنا دلوقتي اجنحة القاعات اللي هي الجميع مشهود في مناقشة بعض القضايا الصناعية بين الجميع. طبعا علمناها وعلى رأسها قضية المناقشة دولية. طيب حددنا عن انطلاق قمة رؤساء دول الشرق الاوسط والشرق المتوسط. ويعني ما هي ابرز اهدافها حتى الان? الحقيقة نسليم ان مصح حريصة منذ الفين وتسعتاشر ومنذ بداي المبادرة مبادرة. الشرق المتوسط وهو الشرق الاوسط. على اللي يكون فيها في الفين وتسعتاشر زي ما قلتلك. كمانة منها وحرصة منها كمان على ان هذا الدور آآ له آآ دور فعال جدا جدا في سياسة الاندارات المناخية. وهي تنفيز الاتفاقيات المناخية المختلفة. طبعا بيحضر القمة على رأسها والمشخصيات الهامة جدا اللي بتحضر آآ مثل تلك القمة هو رئيس سيد نيكوس رئيس جمهورية قبرص لبحث سبل التعاون المشترك بين الدولة بين الدولتين مصر والدور. طب بشكل سريع ممكن تقولينا ابرز تصريحات الرؤساء المشاركين بالقمة طبعا وعلى رأسهم سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي. نعم في الحقيقة سليم رئيس عبدالفتاح السيسي فتح القمة وبدأ كلامه بتحية شكر وعفان لكل صدر حضور. واسنع على الجودة العظيمة اللي بتبزلها كافة الدول. انتزامهم بالتواجد. واكد انه واضح جدا ان هذه القمة قمة قاركة وقمة مختلفة. وقمة بتنتقل دينا. من الحاض والوعود الى مرحلة التنفيذ ذا ما سيادته وضح. كمان آآ شكر الناس وابدأ اعجابه بالجود المقمية بالكافة الدول. سواء الدول اللي شاركت والدول اللي مشاركتش على تغطية الاعلامية الجيدة جدا لمستة تلك الفعالية. مم. انه كمان اطلق مشروع قمة آآ آآ كوب سبعة وعشرين. في العين السخنة بالتعاون مع النرويج وسفراء النرويج. نعم طب هلو. 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 الرئيس عبدالفتاح السيسي اما بقية الدول. مم. بقية الدول شارك العديد جدا من رؤسات الدول والمسؤولين عن الدول في فعالياتهم وتصريحاتهم. لعلى من ابرد رئيس دولة ورئيس مزراء دولة دولة. دون. اللي قد فوضاته قال انه مع مع رئيس سيسي قلبا وقالبا وانه هيسعر بكل جهد على رئيس مزراء الدولة للفعالية. ده طبعا بالاضافة والعلى من ابرد التصريحات كانت من رئيس العراق. اللي قال كمان ان التغيرات المدخية بتأثر بشكل كبير على التغيرات المائية. ده شيء نجل يجب. يجب بكل العشكال الناس من اجل الحافظة المحافظة. تعامنا الوضع حيث تسليم ان الجميع عملها استثناء بيؤكد على ان هذه القمة قمة مختلفة وتنتقل بنا من مرحلة التصريحات والبعود الى مرحلة التنفيذ والتموين. فالجدير بالذكر ان مثل تلك الفعالية موجودة على ارض مصر قد شرف الشيخ. هنا العالم يحتضن. اشان مش يحتضن العالم هنا العالم الحافظة. نشكرك يا احمد على هذه المدعسلة. مشاهدين يمكن الجدير بالذكر ان قمة المناخ كوب 27 تعتبر اكبر واهم قمة على مستوى العالم. وده لمنقشتها مصير كوكب الارض وانقاذه من التدهور والانهيار. وبالفعل يشهد المؤتمر المؤتمر مشاركة واسعة ودولية من مختلف انحاء العالم. بيشارك فيه اكتر من مية وعشرين من قادة الدول. وده بحضور ممثلين من نحو واحد مية سبعة وتسعين دولة وحوالي اتنين وستين الف مشارك في المؤتمر. ويعتبر يمكن دور مصر الرائد والتاريخي في تنظيم مؤتمر اكثر ما يعول عليه العالم في انقاذ البشرية من الاثار او اثار التغير المناخي المدمرة والمساهمة في انقاذ البشرية. ولذلك يعني نأمل ان تكون فعلا هذه القمة كما اطلق عليها سيادة الرئيس قمة التنفيذ. هذه كانت ابرز التفاصيل.